بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة سنقوم اليوم بدراسة الخلايا الجلفانية ولكن بصورة عملية كيف تعمل الخلية الجلفانية ولكن لنتعرف أولا على مكونات هذه الخلية المكونة من قطبين هما الخارصين والنحاس الكأس الأول أو النصف الأول مكون من قطب من النحاس قطب من الخارصين مغمور في محلول كبريتات الخارصين أما النصف الآخر فمكون من ساق النحاس مغمور في محلول كبريتات النحاس ويصل بين النصفين القنطرة الملحية وفي حال وجود أي مشكلة في القنطرة الملحية فلا بأس بذلك يمكن أن نأخذ ورقة ترشيح ونغمرها في المحلول محلول ليصل بين النصفين محلول لأحد الأملاح مثل ملح الطعام الآن بعد أن تستكمل جميع أجزاء الخلية الجلفانية يجب أن تكون هناك قراءة في حال عدم وجود قراءة هناك مشكلة في بعض الأجزاء الآن القراءة موجودة أي أن الخلية الجلفانية تعمل بشكل صحيح هذه الخلية الجلفانية لنراها بصورة أكبر موجودة في هذا الرسم التوضيحي في هذا الرسم التوضيحي مثل ما ذكرنا ساق الخارصين موجود على الجهة اليمنى هذا نصف الأكسرة والنحاس موجود في الجهة اليسرى وبينهما القنطرة الملحية لو أخذنا بشكل نظري القراءة القراءة في حالتنا هذه الحالة الأولى ماذا أو كيف نحسب القوة الدافعة الكهربية للخلية كما تعلمنا سابقا إي نوت سل تساوي إي للطرف الموجب ناقص إي للطرف السالب يعني أن هذا الجهاز جهاز الفولتميتر سيحسب الموجب الذي اتصله هنا بالطرف أو بالسلك الأحمر الموصل بالنحاس و ناقص الإي للقطب السالب القطب السالب هنا موصل بالخارصين هذا الوضع الطبيعي إذن في هذه الحالة الحالة الأولى التي هي واضحة أمامنا سيكون الإي لي للنحاس ناقص الإي للخارصين لو رجعنا إلى القيم التي موجودة في الكتاب في صورة جدول القيمة هي كالتالي النحاس النحاس بعكس هذه الأقطاب التوصيل سنأخذ السلك الذي يتصل بقطب النحاس والموصل بالخارصين سنستبدل سنجعل الخارصين هو الموصل بالقطب الموجب هذا هو الخارصين موصل بالقطب الموجب أما النحاس بعد عملية التبديل سيكون موصل بالقطب السالب لاحظ عزيز القراءة كانت القراءة موجبة الآن ستلاحظ أن نفس القراءة ولكن أصبحت سالبة لماذا تغيرت الإشارة ذكرنا منذ قليل أن جهاز الفولتميتر يأخذ القراءة الموجبة ناقص السالبة عندما قمنا بعملية التبديل جهاز الفولتميتر سيقوم بالتالي الأي نوت سل تساوي القراءة الآن سيأخذ قراءة الخارصين لأنهم وصل بالقطب الموجب ونقص قراءة النحاس إذن سالب صفر فاصلة سبعة ستة نقص موجب وستكون القراءة لأننا أخذنا قيمة صغيرة ناقص قيمة كبيرة ستكون القراءة بإشارة سالبة إذن نفس القراءة ولكن فقط ستختلف الإشارة لأن النحاس له جهد اختزال أكبر ولذلك عندما نأخذ قيمة صغيرة ناقص قيمة كبيرة ستكون الإشارة سالبة أتمنى أن استفدتم من هذا الدرس وإلى لقاء جديد